وعم تستشفي من طاقات سلبية يمكن من معين ممكن يكون هذا هو حب هذا الشخص وعم بشوف الامور بتمر على نجاح. عم تستشفي فعلا من هذا الموضوع. شايف فيه بالعمل فيه رزقة حلوة جيتك اما من شغل انت يعني اشتغلت عليه لك فترة او انه ممكن تكون تطور في العمل معين ممكن تكون فرصة جديدة للناس اللي ما عندهم شغل او حتى للي عندهم شغل فرصة جديدة كتير حلوة عم بتكون. عم يوصلك اخبار كتير حلوة عن موضوع الو علاقة بدراسة بعثة منحة. اذا كنت عم بتفكر بهذا الموضوع عم بتوصلك مثل موافقات او تطمينات بالنسبة لهذا الموضوع. شايف فيه نوع من الكارمة او نوع من الججمنت رح يصير رح تاخد حقك اللي قلنا في شخص ظلمك في شخص تعد عليك ان كان على الصعيد العاطفي او على الصعيد المهني. اه عم تاخد حقك منه وتكون كتير مبسوط ومبهور يعني بالنتيجة اه غير متوقعة ما كنت تتوقعها لا الوقت ولا المكان ولا الزمان كنت تتوقع انه تاخد حقك بهاي الطريقة. ولكن الحمد لله عم تاخد حقك بعم بتكون كتير مبسوط. عم بشوفك اه فقدت الامل في شخص معين فقدت الامل في اه في شخص كنت معتمد عليه بشكل كبير يمكن هو هذا الشخص نفسه. الورقة طلعت مقلوبة فشايفة شوي فقدت الامل او ولكن في انتصار على هذا اه الشخص. هذا بشكل عام الطاقات اللي مبيني اكتريتها اه في عندنا طبعا قوس اه في ميزان في اه ابراج هوائية كتيره في ابراج نارية. وفي شوي مائية. لا في مائية. على الاغلب هذا بشكل عام. وشايفة في عملية او اه لالك لحد قريب من عندك عملية ممكن تكون عملية تجميل او غير تجميل. اه عم بتمر على خير وعم يتشافى هذا الشخص او عم بيكون اه في حالة صحية او انت ممكن تكون اه في حالة صحية افضل. عم بتصير فيه تطور لهذا الموضوع. ميزان برج الميزان بشكل عام وراء حلو. شوف الناحية العطفية اكثر. اه في استشفاء في كان عندك طاقة اه سلبية في استشفاء رائع يعني هاي الفترة رح يتم. فيه شايفة حب كبير عم بتبلور حب اه بينك وبين الشخص المقابل. اه فيه تقارب اكتر في هاي العلاقة عم تطور اه اكتر. فيه توضيحات عم بتصير من الطرف الاخر او حتى منك اه عم بتكشفوا اوراق لبعض او عم بتقاربوا من بعض بطريقة كتير جميلة. اه عم بيكون بناتكم تواصل روحاني رائع جدا. انت وهذا اه الشخص. عم بشوف المناوشات والا اه النكد اللي كان حاصل المشاكل اه عم تنتهي لانه الورقة. الورقة مقلوبة. شايفيتك اكتر صرت اه متأكد من الطرف الاخر. اه رحي اكد لك رحي اه يعني يعني يبعت لك مثل اه مسجات تطمين اه شغلات رح تسمع عنه شغلات تطمن كتير منها حيثو من بعد التوتر اللي كان حاصل اللي كان مبين عنا بالورق اللي قابلي شوي. اه مبين من بعد ما كنت اه خايف اه فيه وراك اه هون مبين بالصورة زي ما انت شايفين اه فيه وراك وقعة او الكرسي اللي انت قاعد عليه مش ثابت. اه فبما انه طلع مقلوب فعم بيكون العكس المعنى عم بتكون شوي شوي اه اجرك تثبت شوي شوي العلاقة اه تكون ثابتة. انا شايفيتها ترسيم للعلاقة اكتر. اه شايف فيه طرف اخر فيه طرف تالت متربص عم بتراقب من بعيد ولكن ما فيه من ورا شر لانه عم بشوف هاي العلاقة اللي بينك وبين الشريك عم تتوج زي ما انتو شايفين هون يعني اه متل رح تكبروا سوا متل رح اه تكونوا اه مع بعيد طول الوقت. عم بشوف كمان فيه وفرة مالية عندكم اه فيه المستقبل فكتير بالنسبة للوضع العاطفي لبرج الميزان كتير حلو هذا الشهر. خلينا نشوف عقلك الباطن يا برج الميزان هذا الشهر على شو اكتر شي عم بتركز على شو عم بتكون شغل بالك. اه كتير حلو. هون مبين انه عجلت الحظ عجلت الحظ اه رح تكون معاك اه او ممكن يكون هذا الموضوع متل بتلف اللفة في كارما رح تحصل عليها اه في اموال ممكن تحصل عليها كل الشوائب اللي كانت في عقلك الباطن الهواجس المخاوف الاوهام رح شوي شوية تتخلص منها هاي الفترة رح تتلاشى في نهاية الفترة رح تلاقي حالك يعني قاعد فوق عم تضحك على حالك انه انا شو شو كنت عم بفكر يعني شو كنت عم بخاف من شو يعني بتستغرب من نفسك. اه فشايف كارت كتير حلو. شوف هون اذا في تحذيرات مثلا لبرج الميزان او. واو. اه مبين عندي مثل بستان خضار اوراق عم تزهر اه تزهر اه 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 شايفة يعني في اشي مسمر عم تعمله اما العلاقة العاطفية عم اه بتعطي نتائجها من بعد صبر كبير على الحبيب عم تلقط النتائج تطلقط بالنتائج اه اه او انه يكون اه مشروع انت بلشت فيه بالاه اه وأخيراً عم تحصل على النتائج لكن أنا شايفة هذا الكرت عاطفي أكتر يعني ممكن يكون العلاقة العاطفية هي نفسها رح تتطور أو رح من بعد ما كانت مثل الورد الدبلاني أو كذا رح لا رح يصير فيه بالعلاقة رح يصير فيه وعود من الطرف الآخر رح يصير فيه ترسيم ممكن للعلاقة بيقول لك الفترة الجاي رح يكون فيه فيه شخص قريب منك كتير كبير بالعمر هذا الشخص تقريباً من أبراج خلينا نقول إما ترابية أو نارية ممكن مائية هذا الشخص رح يساعدك كتير بالمشوار بالفترة الجاي ممكن كتير معقول يكون على الصعيد العملي فكون متشبث في هذا الشخص وكون خلينا نقول على علاقة طيبة في هذا الشخص لأنه رح يساعدك إما في فرصة عمل جديدة أو بالعمل أو حتى بالعاطفة ممكن يكون هو شخص حكيم أنت بتستعين فيه بكتير أمور إذن برج الميزان شو يطلع لنا هون عم تهتم كتير يا برج الميزان دائما بطلع لهذا الكرت لإلك أو شبهه عم بتحاول هاي الفترة تعمل مثل تطلع عم تهتم في حالك أكتر عم بتكون في عمليات تجميل كتير رائعة واهتمام بالبشرة أو الجسم عم تهتم بمظهرك كتير هاي الفترة وعم بتكون عن جد محط الأنظار طبعا كالعادة برج الميزان فعم بتكون محط الأنظار بهاي الفترة خاصة الأشخاص اللي ما عندهم حدا في حياتهم كتير معقول إنه يدخل حياتهم حدا كتير قوي صاحب سلطة شخص مناسب على الصعيد العاطفي أو هو كمعجب أنا بشوفه فهذا الشخص معقول كتير يكون برجه مائي مثلا فلولو نوجد هذا الشخص حواليك أعطيه فرصة خلينا نشوف كمان لبرج الميزان في موضوع يعني في وفرة مالية في موضوع رح يحطي نتائجه زي ما قلنا قبل شوي هذا تأكيد كمان ممكن تكون العلاقة العاطفية في ناس كتير رح يفرحو لكم وفي ناس كتير لا ما رح يفرحو لكم أبدا بتطور العلاقة أو بالزواج أو كذا رح يكون في عيون كتير فانتبهوا يا برج الميزان ترجمة نانسي قنقر